فكرة وجود مربية أو مساعدة أو الناني أو أي مكان الاسم يطلق عليها ده مكانش موجود قوي زمان يعني معظمنا اتربى من غير وجود الست دي كان فيه مساعدة في البيت مون يبقى فيه مساعدة في البيت ست بتساعد في البيت بتساعد الأمة في البيت لكن فكرة مربيت الأطفال أو ست موجودة بس عشان قطر الأطفال ده يمكن شوية جديد علينا وبقى موجود بقوة شايفة لي مزايا أكتر ولا شايفة لي عيوب أكتر خلينا نوضح في الأول أنه يمكن من عشرين عشرين في وقت الكورونا وقت ما تقفلت الحضارات والمدارس ابتدت أن الأطفال تقعد مع الأمهات في البيت والأمهات كانت محتاجة أنها تنزل تشتغل فده يخليها تستعين بحد يجي وابتدت الموضوع يبقى بشكل مهم قوي أنه لازم أكون بجيب حد يقعد مع الأطفال ومن هنا ابتدت أول خطوة ما نحسش بيها أنه الموضوع ينتشر بشكل كبير جدا بس محتاجين يمكن في الأول نفرق ما بين فكرة الحد جاي يساعد في البيت ولا جليسة الأطفال ولا مربي أنا بقيم في الأول احتياجي كأم أنا محتاجة مين زي ما بتقولي كده زمان كانوا بيحتاجوا الميد أو حد واحدة بتساعد في أعمال البيت علشان الأم تبتدي تعمل الرعاية بتاعة الأطفال والتربية بتاعة الأطفال فبتشيل عبق شوية من البيت بوجود حد بيساعدها في الأعمال المنزلية لكن للأسف ابتدت أنه المفهوم يختلط ما بين أنه واحدة اتدى رابطة على فكرة تعمل أكله شربه وتنظيف للبيت لفجأة حاطناها في تربية أطفال وهنا بدأت الكارسة طبعا طبعا لو استعملت المرأة أو الأم أن هي بجليسة أطفال بش بس حد يساعدها في الأمور المنزلية لا حد يساعدها في تربية الأطفال لو في حالة كده إيه المواصفات أو المعايير اللي لازم الأم تاخد بالها جدا منها لما تختار جليسة لأطفالها وهل التصرف ده بداية صح ولا لا طيب هو فيه فرق بين الجليسة والمربية خلينا أقول أن الجليسة دي بجيبها وقت ساعات يعني مثلا أنا محتاجة أنزل مشوار مهم فأنا محتاجة حد يكون بيرقب الأطفال أو يكون متواجد علشان يتعرضوش لخطر أو مشكلة تحصل معاهم فبجيبها عدد ساعات معين أو بعض الأيام مش بشكل دائم لكن مربيت الأطفال بجيبها بصفة كبير يعني بوقت أكبر بإقامة ممكن تكون حد بيبقى موجود معايا في البيت أو موجود 12 ساعة معايا يعني بتيجي من الصبح لغاية بالليل احتياجي لها الحقيقة هي بتشيل عبق كبير يعني كل الستات لما تيجي كده تشوف رأى الستات فتقول يا جماعة يعني وجود الناني في البيت دي حاجة مهمة قوي لما أجي أخطار لازم أكون مؤهلة أن أنا أفهم دي جاية تخفف عبقك بالضبط مش تشيل المسؤولية أنا كأم علي المسؤولية ما يلغيش دوري في المجتمع أن أنا هسيب شغلي وهسيب المهنة بتاعتي وهسيب الكرير علشان طفل أنا جبته وأنا مسؤولة عنه لازم أفهم ما بين أن أنا قررت أجيب طفل إذن أنا علي مسؤولية ما ينفعش حد يكون بيقوم بالمسؤولية هي هتقوم إذا هي تعمل مثلا تجهز أكل لكن مش هتقدم الحنان مش هتربي مش هتخاف شكرا